لما غلب أبرهة على بلاد اليمن وأعجبته نفسه واغتر بنفسه وقوته ورأى الناس يقصدون الكعبة زرفات ووحدانا ورجالا وركبانا قال قال لأبنين خيرا منه ليقصدوه الناس عوض الكعبة فبنى لهم كنيسة بصنعاء تفنن في بنائها وسماها القليس ليصرف العرب عن الكعبة ولكن أعرابيا عمد إليها فتغوط فيها فعلم أبرهة بذلك فاستشاط غضبا وقرر هدم الكعبة بجيش لجي بن جرار لا قبل لإهل مكة والعرب جميعا به وكان يبيد كل من تعرض له من العرب في طريقه وعندما شار في مكة وجد إبلا لعبد المطالب فاستاقها وذهب فذهب إليه جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطالب وكان رجلا وسيما جميلا تعلوه المهابة والوقار فاستعظمه أبرها فلما كلمه في الإبل عجب وقال له أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف آبائك فقال عبد المطالب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه ثم رجع عبد المطالب فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده فقال اللهم إن المرأة يمنع رحله فمنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك لا يغلب النصليبهم ومحالهم أبدا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدالك ثم أرسل حلقة البيت وانطلق هو ومن معه من قريش هاربين إلى الجبال ينظرون ما أبرهة فاعل بالبيت بفيله العظيم وجيشه الجرار فصار كلما وجه الفيل إلى نحية كأبا وبرك وإذا وجهوه إلى غيره سار وجرى ومع هذه الآية أسر الملك أبرهة وجيشه على هدم الكعبة فما كان إلا أن أرسل الله عليهم طيرا أبابيل في مناقرها وأرجلها حجارة صغار مزقت أجسامهم وأبادتهم عن آخرهم الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام أيها الأخوات الكرام والأخوات الكريمات وتقدمت أشهر الحمل بالسيد آمنة بنت وهب ولم تجد في حمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا ولا ألما وهتف بها هاتف قائلا إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا وبلغ الكتاب أجله وولد سيد ولد آدم وأكرم خلوق على الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليؤدي أسماء وأعظم رسالة العرفتها الدنيا في عمرها الطوي روى محمد بن سعد من حديث جماعة من صحابة منهم بن عباس أن آمنة بنتهب قالت لما فصل مني خرج معه نور وفسر هذا النور بنور النبوة أضاء له ما بين المشرق والمغرب ثم وقع على الأرض جاثيا على ركبته هذا دليل على شدة توضعه صلى الله عليه وسلم معتمدا على يديه هذا كناية ودليل على أنه لم ينشأ صلى الله عليه وسلم مذللا كسلانا كما هو شأن أبناء الملوك والأشراف ثم أخذ قبضة من تراب دليل على أن من التراب البدء وإليها الأرض وإليها الإعادة ومنها الإخراج للبعث فقبضها دليل على أنه سيغلب أهل الأرض ورفع رأسه إلى السماء دليل على عظم توكله على ربه وارتفاع شأنه وقدره وأنه سيسود الخلق أجمعين لقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم مصرورا يعني مقطوع السر ومختونا وكانت قبلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وكان أول ما فعلته السيدة آمنة ترجمة نانسي قنقر